السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزيزي المشاهدين اهلا وزهلا بكم في حلقة جديدة وبسم الله والسلام على رسول الله. الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة. وتأهل المنتخب المصري لامم افريقيا. الحمد لله. والاول مرة في التاريخ بنكسب اربع مباريات وراء بعد في التصفيات. طبعا في كلام كبير اوي. وكلام كتير هنتكلم فيه على التشكيل وعلى الطريقة اللي اللاعب بها. الكابتن حسام حسن انا معرفش احنا الاول مرة بنلعب قدام منتخب مغمور كان بيلعب قصادنا في مصر احسن ما احنا كنا بنلعب معاه في موريتانيا. احنا النهاردة بنلعب بخمسة اربعة واحد ما عرفش ايه دي ايه خمسة اربعة واحد دي اللي بتلعب بيها. احنا شفنا تشكيل النهاردة عجيب غريب كل الكرات النهاردة كانت من عن طريق احمد عيد. احمد عيد اللي انت مقتنع به انا ما عرفش. واجمع كل الرياضيين والاعلاميين على ان احمد عيد لزي محمد هاني ولا زي عمر جابر ولا زي عمر كمال يا راجل ده انت لو جبت اي حد ولعب مكانه هيسد في الخانة دي. انت ما عرفش احنا ليه بنلعب دفاع في موريتانيا. انت شفت النهاردة والله ما مسكوا كورة النهاردة. ما مسكوش كورة. وفيه تحفظات كبيرة جدا على التشكيل. انا ما عرفش التشكيل يا كابتن حسام. انت بتحط التشكيل. احنا ملناش نحنا نتكلم فيه. بس في حاجات وامور واسيات في المنتخب المصري في شكل وهبت المنتخب المصري يا كابتن. يا كابتن حسام تصرحاتك. ليه ونهار عمال بتتكلم على المنظومة الاعلامية وعلى اتحاد الكورة وعلى الناس اللي هتيجي والناس اللي راحت ملكش في الكلام ده كله. ركز في المنتخب. انت النهاردة الحمد لله بتقدم حاجة لأول مرة تحصل في التصفيات بالنسبة للمنتخب المصري. الحمد لله ربنا كلامنا. افرح. افرح وهيص. لكن انت النهاردة زيزو النهاردة ما عملش حاجة. يعني زيزو ما عملش حاجة. فيها ايه لو كنت اخذت حسين الشحاب. عمر كمان عبد الواحي. عمر جابر. افشة. والاول مرة في التاريخ المنتخب المصري بيلعب بدون صنع العالم. ده انت بتلعب بخمسة وراء يا راجب. خمسة وراء انا مش فهم ليه? ليه خمسة وراء? ليه خمسة وراء? طلعت قسامة في اصل. نزل ابراهيم عادل جاب لك جون ولا تحلم. ولا تحلم ولا هو يحلم ان هو يجيبه بالطرقة دي. وهيتكتب له في الزاقرة وفي التاريخ ان يجيب جون من نص الملعب بسم الله ما شاء الله. الوقت ده عايزينه في الاهل. ده لازم يروح الاهل. لو برامدز عايزة قندوس وعايزة عليه فلوس ندهوله. ياخدوه يا جماعة. ياخدوه. والله العظيم بتكلم بجد. ابراهيم عادل وعلى فكر كمان والله الورد ده طريق مش في مصر خالص. ده يشقه طريقه زي محمد صلاح وزي عمر مرموش ويطلع ويسبوه. فين بقى الاحتراف وان برامدز جاية علشان تساعد اللعيبة وعلشان تطور من الدور المصري واتطور من لعبتنا ما شفناش ولا منظومة احترافية ولا نيلة ولا اي حاجة خالص. ما انت عقدت الولى وقعدتوه جنبكو. وما شمهاش. وما شمهاش. لعبت خالد صبحي طبعا غير 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 يعني انا مش فاهم. خالد صبح ده انت جايبه منين? خالد صبحي محمود صابر اللي عليه علامات استفهام برضو نفس النظام. الشنة والنهاردة تصاب. الحمد لله احنا بنحمد ربنا ان ما فيش لعيبه النهاردة تصابت. الملعب نفسه يا جماعة. الملعب ده ما يتلعبش عليه والله ما يتلعب عليه. ده عافى عليه الظاهر والزمن خلاص انتهت. انتهت. لان احنا عندنا اتحاد فاشل ما هوش عارف يدور المنظومة ازاي. احنا شفنا ليبيا بتعمل ايه مع نيجيريا? معاملة بالمثل. عاملوهم بالمثل. يعني الناس بتتعامل بالمثل. احنا ولا احنا هنا. اقدام اللعيبة شفنا النهاردة. اصابات. واحد يتصاب هنا. واحد يتصاب هنا. واحد يقع هنا. شفنا خطة الشناوي. الحمد لله قام فيها. بس انا متحافظ على الشناوي. كان المفروض تحافظ على نفسك اكتر من كده. يا شناوي بتخرج. ويه مصطفى شوبر ينزل مكانك قفة ما بيش مشاكل. هيصد. هيصد. المطش تحصيل حاصل. احنا شكلنا اصلا وحش. يعني احنا شكلنا وحش. انت صديد كورتين ربنا يحميك. ربنا يحميك. يمكن لو هنتكلم على مستوى اللعيبة وعلى التقييمات بتاعت اللعيبة. النهاردة مش تدي كل واحد فيهم اربعة من عشر. مش هيخدوها اربعة من عشر. هتدي الشناوي سبعة وتمانية من عشر. لانه شلك النهاردة كورتين. الكورة الانفراض اللي كان جري بيها اللعيب. واتصدم في اه الشناوي. كان الدفاع كله. كان نص الملعب والدفاع من اول التمنتاشر. شلنا كلنا. شلنا كلنا. كان ممكن الجيم يفتح لو كان دخل فينا جون. كانوا هيزيتوا ويهيصوا فيها. وكنا بسم الله ما شاء الله. نطلع بفضيحة من موروتانيا. موروتانيا المستحدثة في. يعني مش هقول لك. احنا ما نسمعش عن موروتانيا في كورة القضب. ماشي احنا بنشوف كاف فردي بتعمل جزر القمر. النهاردة هتلعب النهاردة مع تولس النهاردة. احنا بنشوف الفرقة دي فيها فيها مستويات كويس. يعني عندك في غينيا الاستويية غينيا بيساو غينيا كنا كري. الفرق المستحدثة اللي دايما بتعقدنا في كورة القدم. ولينا امثلة كتير قبل كده بنخرج من الفرق الصغيرة دي. بنخرج من الفرق الصغيرة دي. وكان معانا مين? كان معانا احسن واجمد لعيبة في مصر. وخرجنا. خرجنا تلات مرات وربع بعد ما كناش عارفين نخش امم افروكة يا جماعة. فكابتل حسام الحمد لله راجع نفسك. طبعا انت بتقطع من رضا عبدالعال. وبعض الابيضة اللي مسكين الكلام لك لك على طول باستمرار. فربنا يستره ويعدي اللي ايام دي على خير. الحمد لله احنا بنحمد ربنا. وربنا يكرمنا. ان مفيش حد النهاردة. اتصاب فيه بس. في كان طلع خالد صبحي ربنا يشفيه ويعفيه. ويبعد عننا. وعلى عبتنا كل الاصابات دي. احنا ما نتمناش والله ما نتمناش. اي لعيب يتصاب. احنا ما نتمناش اي لعيب يتصاب. لكن لو هتيجي تتكلم على التشكيل اللي انت عملت النهاردة. ده سمك لبن تمرهندي. ما تلعبش به في دورة رمضانية. نهائي. نهائي. هو ده منتخب مصر. طيب. لو ما كانش عادل في الديئة ستة وتمانين خمسة وتمانين جاب الجول ده. كنا هنطلع كنا هنسعد برضو. احنا كنا هنسعد. تمام. لكن هو ده. ده. شكل وقوام المنتخب المصري طبعا لا. لا. واللي يقول لي غير كده هخزى عينين الاتنين. احنا شوفنا الشكل كان عامل ازاي? ولا يشفع ولا ينفع. مش هو ده شكل المنتخب المصري اللي احنا احنا ما عملناش اي فرق كبير. ولا السنغان ولا غانا ولا الكاميرون ولا الجزاير. ولا المغرب ولا تونس. ما قابلناش حد. يعني الحمد لله السكة مفتاحة قدامنا. والحمد لله التصنيف الشهري بالنسبة للمنتخبات. الحمد لله. احنا عاملين مستويات ولا اجمل ولا اربع من كده على رأي كابتن احمد شبير. والحمد لله ربنا يكرمنا. احنا عندنا بقى مباريات السوبر المصري ان شاء الله بالامارات. ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم عشرين. هللاعب السلامية كلباطرة اللي مدعمة فرقتها كويس جدا. مدعمة الفرقة كويس جدا. عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا كل اللعيبة. احنا شايفين التدريبات. بنشوف اللعيبة عاملة ازاي. بنشوف اللعيبة مركزة. انا نفسي ان شاء الله ننزل. ربنا يكرمنا. ونكسب ماتش سراميكا. ونستنى. ملاش دعوة. برامد الزمالك ايا 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 حد فيهم. ايا كان. ايا كان. المباراة لا تقبل القسمة على اثنين. انت خسرت مباراة السوبر بي. رعونة لعبتك واستهتار لعبتك. لعبة نازلة تكتفل قبل المباراة ما تغلص. فلا. عفوا. احنا عايزين. اللعيبة ان شاء الله. لعبت الاهلي. احنا شوفنا كابتن محمد رمضان. عمل عشان يشوف. مجريات. وصير اللعيبة في حياتهم اليومية ازاي. فانا اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا. واللعيبة تركز. ويكون عندها بس. حافز ان هي تفرح الجمهور بتاعها. لان الجمهور زعلان وحزين على البطولة اللي اخسرناها. احنا شايفين الزمالك في احتفالية. مش هنخلص منها. ولا عشرين سنة قدال. حقهم يفرحوا. افرح. هتقول لي. سوبونا نفرح شوية. يا عم افرحوا. افرحوا. عايز تقول انت اكبر قلعة اكبر لبسة. اكبر حاجة في الدنيا واكبر حاجة في العالم. زي ما انت عايز تقول. تحطها على التشيرت. تحطها على المواقع الالكترونية بتاعتك. زي ما انت عايز تقول. تقول ده حقك. واحنا مش هنخصبك عليه. لكن. عندنا لعبتنا ان شاء الله رجالة. بازن الله. وفي ان شاء الله بالنسبة للصفقات اللي كان بيتكلم فيها الكابتن محمد رمضان. انا نفسي بازن الله ربنا يكررنا. بي مهاجم يكون محترم. النهاردة وسامي النهاردة بيجيب درب الجزاء. بيعمل درب الجزاء. وبيجيبها قصاد الكويت. لكن للأسف. ما حلفهمش الحظ. عايزين نجيب مهاجم معاه? وانتشوف ان كان كهرباء هيستمر معهم ولا كهرباء هيطلع اعارة او هيكون مصيره ايه? مع النادي الاهلي. فالف مليون مبروك للنادي الاهلي. الف مليون مبروك لجماهير الكرة المصرية. انا ببارك للنادي الاهلي. على الانضباط وعلى الشكل اللي انا شفناه في حدقة شعر. امام عشور. واحسين الشحات. والانضباط اللي هم فيه. الف مليون مبروك. عودة الانضباط للنادي الاهلي من جديد. وشكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.